بجدية بقى اللي اخترها لك وانا ألف سين خاء ثاء ألف سين خاء ثاء طيب احنا في رمضان السنة دي وغالبا يعني في السنوات اللي فاتت دي التلات اربع السنين اللي فاتوا لاحظنا انه فيه تنوع في المحتوى الاعلامي اللي بيطارد في رمضان المحتوى ده ممكن يناسب زوءك وممكن يناسب زوء حد تاني بعض المحتوى ممكن يزعلك واللي بيزعلك ممكن يفرح حد تاني حاجة عجيبة جدا التنوع الكبير اللي احنا فيه وأذواقنا المختلفة هي اللي بينتج عنها التنوع الكبير جدا في المحتوى الاعلامي علشان كده كتير مننا يشتكي ان ده احنا لو قعدنا نتفرج على كل حاجة يومنا كله هيضيع طيب ما تعمل خريطة لنفسك اسمها الخريطة البرامجية اللي فيها الدراما والفن واللي بتناسب زوءك انت الشخصي طيب هل احنا محاصرين لا احنا نختار مشان كده بقول لكم من بداية الحلقة احنا نختار الاختيار هو ايه بقى ورمضان وقيمة الاختيار ان احنا اللي بنعمل خريطتنا الدرامية وخريطتنا البرامجية وخريطتنا الفنية دلوقتي احنا عندنا اختيارات كتير دكيو دراما اللي هي الدراما الوثائقية والدراما الوثائقية دي ميزتها ان هي بتطلعنا على جوانب ما شفنهاش في حينها رغم ان احنا معاصرين علشان ما فيش انسان بيقدر يشوف الصورة الكاملة فتيجي الدكيو دراما دي تقدم لنا الواقع وتفسيراته وتحليلاته ودي وظيفة مهمة جدا للمحتوى الاعلامي لان الدراما معلم شديد التأثير طيب يجي عندنا برضو مسلسلات تتكلم عن القضايا المجتمعية وبرامج هزار وتهريج وبعضنا يزعل منها وبرامج عن الطبخ والاكل وتخلينا كلنا نزعل من بعضنا وبرامج تانية تتكلم عن الصحة واهمية الحفاظ على الصحة طيب انت بتوجهاتك زي ما استاذ وليد جودة في التعليقات بيقول لي انه البرامج والشيزوفرينيا عندنا كجمهور هو سماها كده الشيزوفرينيا في التعرض انا بنتقد وكل اللي بنتقده هو اللي بيحقق اعلى مشاهدات عشان انا بختار اتفرج عليه انا وغير يعني كلنا احنا الجمهور اللي بنصنع الترند واحنا الجمهور اللي بننتقد واحنا الجمهور اللي بنتعرض طيب اعمل ايه علشان اعمل انا خريطة اعلامية تمزج ما بين الحاجات اللي انا بحبها وتكون منوعة زي ما قلتلكم كده الف سين خا ث الف هي الحرف الاول من ابيض ايجابي الالف الابيض المادة الايجابية اللي بتحفزك واللي بتعلمك واللي بتخليك تتنور كده وانت مليان طاقة وهمة دي المادة الايجابية انت اللي بتختار وبتشوف ايه اللي بيديك طاقة حياة حيوية ايه اللي بيديك ده ولازم تحطه ضمن خريطتك اللي انت بتتعرض لها اعلاميا سين السين يعني ايه الاسود الاسود يعني ايه المادة السلبية حدد لها زمن بسيط للاطلاع لكن ما تبعدش عنها تماما لان ممكن تلاقي في المادة السلبية اطلاع على مجتمعك واحنا يعني محاطين بسلبيات كتير نعرفها بس ما نغرقش فيها طيب الخاء مادة خفيفة حاجة لطيفة حاجة مسلية مطلوبة لبعض الوقت لكن برضو ما تخليهاش تستارق يومك كله وتسرقك وتختفك لانما احلى التسالي واحنا دايما نقول ايه عايزين نتسلى وعايزين مسليات وعايزين حاجات تضيع الوقت لا دا احنا عايزين حاجات نستثمر فيها الوقت لكن حتى المادة الخفيفة دي مطلوبة في خارطتك البرامجية ثاء ثاء يعني مادة ثقيلة عكس خفيفة يبقى خدنا ابيض عكسها اسود خفيفة عكسها ثقيلة الثقيلة دي هايه مادة معلومتية قد تكون اخبارية قد تكون فيلم التسجيلي حاجة وثائقية حاجة معلومة برنامج بيقدم لي معلومة المهم انه لازم اتعلم من خلال التعرض ده علشان تنوع الخريطة البرامجية اللي انا باختارها بتخليني عايش في عالمي انا متشابك مع هذا العالم بكل معطياته لكن برتب اولوياتي بما يخدمني وما يضيعشي اوقاتي